السؤال واحد يقول وقع لي النقاش في الزنق ضد واحد يمكن أن يوزن شي 120 كيلو وأنا في الوزن دياري وكنت تعداج شي 70 كيلو وأنا قديم في الفنون القتالية المختلطة في MMA شو ما رأيكم لو أنني كنت قادر ندير شي حاجة معه بالله السؤال هذا جواب دياله يكون عندك بالتحديد أنت لا تقدر جواب برسك على السؤال هذا أنا حاجة وحدة لأنني أعرفها شخصيا وأن واحد فيه 100 كيلو 120 كيلو وكنت فيه 70 كيلو بالنسبة لي أنا مثلا لو وزن دياري 80 كيلو واحد قد فيه 120 كيلو 130 كيلو هذا العدد تقريبا لقد وصل وصل الفق المياه فق المياه وصل 110 115 120 كيلو هذا في قتالات في مواقف ديال الاتفاعية في الشارع وهذا المسائل فغالب ديال الأشخاص تكونوا ما مترينيش غالب ديال الناس اللي كيكون كيتابزوا في الصنقة لغالب ديالهم تكونوا ما مترينيش وبالتالي القتال ضد واحد ما مترينيش ما شي هو القتال ضد واحد متريني على فنو القتالية هذه حاجة واضحة أخاف من ذاك الوزن أكثر أخاف من ذاك الوزن لو أنني كانت مقابل مع واحد يعني عنده 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 تكنيك عالية عنده عنده استراتيجية عالية عنده باور على ذاك الميزان اللي هو فيه قوة عنده بصرف المسائل أما في الشارع فإنسان تكون تفتقد قاعد مبادئ الأساسية ديالة فنو القتالية فإذا ما كانت الإنسان زيد على هذا في بعض الأحيان تكون هذا الإنسان الكبير أو مخطار أنه ملخيف الجسم دياله أو أنه شارب أو كذا وهذه الحويج ف يعني في قتالات ديال الشوارع واحد عنده فيه 120 كيلو وانت كمتخصص في الفن القتالية لا تسوى شي لأن واحد كمتخصص في الفن القتالية تكون عنده ديالية بالعديد من المداخل من المخارج لماذا تقدر تجعله التعامل مع ذاك الوزن لأنه بحدي الشخص الذي تمثل في ذاك الوزن تفتقد كل مبادئ الأساسية ديال القتال أما إذا قلت مع شي واحد لي هو محترف في القتال وعدد ذاك الوزن هذا أمر آخر هذا أمر آخر تعتمد على استراتيجيات وعلى تكتيكات خراء والأمر ليس بسهل وحسب الجريبة ديال أنا شخصيا بعد قبل ما نكون هنا في البلاد خدمت تقريبا مدة سنوات في الحراسة هذه ملاهي ليلية وهذه الحويج وإستمزيان أن أوزان وهذا الذي يكون إنسان كبير ضخم في الشكل ديال أو في الوزن ديال أو الحويج إنما كتبه القوة ديال في الحقيقة دائما كتبه القوة ديال أمام واحد بالمقابل مع واحد ما تكون هو أصلا ما عندوش ديال فلو فلو تردنا واحد مثلا جوج ما مترين وواحد مثلا صحيح طالع في الوزن طبعا للحال يكون عندو لفونتاج بش يغلب عليه فالسراعات اللي شفناهم حنا في قتلات الشوارع وهال المضاربات اللي شفناهم ديال واحد كانوا متوقر وغلب على واحد إنما شفناهم ضد واحد ما مترينيش لأن النسبة ديالناس كتبه فنو القتالية في الحياة الاجتماعية قليلة أقل أقل من الناس اللي هم محترفين فنو القتالية حتى لي كتبه ما يكون محترفين فنو القتالية وبالتالي كتبه البراعة كتبه القوة وكتبه الشراسة العدوانية ديال واحد مثلا كبير في الحجم ضخم إنما هي قدر أمام واحد اللي يكون هو أيضا أصلا ضعيف عليه وما عنده شي دراية في الفرن القتالية بينما إذا كان شو واحد عنده دراية ومعمق وعنده احترافية فهي عافي التعامل مع ذلك الوزن بلا شك وهذا الجواب وهذا المسائل الحاليين كنتكلم فيها والأجوبة اللي نجاوب أنا حاليا نجاوب من موزة نظر رياضية اللي كانت نطبق على الحياة الاجتماعية بلا شك شكرا